بهدف تطبيق أعلى المعايير التنظيمية والرقابية على الغذاء والدواء أقيمت ورشة عمل مشتركة جمعت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنظمة الصحة العالمية الورشة ناقشت رصد الآثار الجانبية لجميع الأدوية والمطاعم بعد تسويقها حيث تسعى المؤسسة العامة للغذاء والدواء من خلال عضويتها في برنامج منظمة الصحة العالمية إلى استقطاب الدراسات الدوائية وتهيئة الأردن ليصبح محط أنظار الشركات العالمية في هذا المجال حول العالم الأمر الذي يدعم صناعات يتم بحث أوجه تعاون ما بين المؤسسة ومنظمة الصحة العالمية لإحراز المعايير المطلوبة لغاية اعتماد المؤسسة كجهة مرجعية إقليمية وعالمية الأمر هذا سيسهل كثيرا على الصناعات الدوائية المحلية وسيرفدها أيضا بفتح أسواق خارجية أيضا هناك دراسات جادة جدا في موضوع استقطاب الدراسات السريرية ليتم عملها لدى المراكز الدراسات الوطنية والمعتمدة من المؤسسة العامل الغذاء والدواء ترجمة نانسي قنقر